هنا ما يعرف اليوم بتقاطع الفاروق في المنامة ولكن قبل عشر سنوات كان هذا المكان يعرف بدوار اللؤلؤة فماذا حصل؟ كنا مع تصميم في دوار اللؤلؤة وفي ساعات الأولى من الفجر تم اقتحام الدوار من دون أي اندار آثار التعذيب جزء منها لازالت في جسدي يعني يكون واضحة الإشارة في جبيني هذه أثر حذاء الشرط اللي كان يركلني لما كنت مضروب بالأرض كنت في دوار اللؤلؤة وتمركلي تحول الدوار إلى بنصة لإطلاق المطالب فما كانت أبرزها؟ تغييرات دستورية بأن تكون هناك سلطة منتخبة ويتم مسقاط فيها رئيس الوزراء اللي في تلك الفترة كان أعتقد أكثر من 40 سنة في الحكم وكانت المطالب بصورة مركزية بأن تحويل دستوري بأن تتحول البحرين لملكية دستورية بعد اشتباكات دموية مع الشرطة قتل خلالها عدد من المتظاهرين استعانت البحرين بقوات درع الجزيرة وهي القوات العسكرية المشتركة لدول مجلس التعاون الخاليشي كان هذا الضوء الإيراني جماعات متطرفة جدا في مملكة البحرين وهي من قامت ونظمت العديد من الفعاليات المخالفة كان هناك اتفاقية واضحة من ضمن دول من تستعان وهي الاتفاقية الأبنية متى ما استدعت الحاجة إلى تدخل تلك قوات درع الجزيرة يتم الاستعانة فيها ألقي القبض على معارضين وناشطين ومدافعين عن حقوق الإنسان وحتى صحفيون وأطباء ومازال بعضهم في السجن حتى اليوم كان ناشط البارز الشيخ علي سلمان المحكوم بالسجن المؤبد أشخاص الذين قاموا بأمليات أو تحريض انقلاب على النظام يقضون اليوم أحكامهم وفق القانون البحريني وفق قانون مكافحة الأرعاب جميعهم في السجون منظمات حقوقية غربية وثقت عمليات تعذيب ممنهجة تجري داخل السجون لانتزاع اعترافات من السجنة لم تلقى الحركة الاحتجاجية في البحرين الاهتمام الرسمي العالمي الذي شهدته دول أخرى أنهيت الاحتجاجات بعد نحو شهر من انطلاقها وفي الثامن عشر من مارس أذار من عام 2011 هدم دوار اللؤلؤة قامت الحكومة بمسح أي ذاكرة تصل الناس بدوار اللؤلؤة عملية المسح كانت تشمل مثلاً إلغاء عملة الخمسمائة فلس العملة النقدية الخمسمائة فلس كانت تحمل شعار الدوار اللؤلؤة رغم أن الميدانة أوطي اسمن جديداً بعدها ما زال المعارضون يستذكرونه بميدان الشهداء نسرين حطوم بي بي سي بيروت